في جريمة سلب جديدة مجموعة من المستوطنين يتسللون الى منزل لفلسطيني في حي البستان التاريخي في مدينة القدس المحتلع سبقتهم جرافات الهدم والتخريب بعد ساعات يتلقى عدد اخر من الاهالي في الحي اختارات بالهدم القصة تتكرر كل يوم في احياء مختلفة في القدس ومناطق الضفة المحتلع عمليات الهدم الممنهجة تسير جنبا الى جنب مع سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلع قضم مزيد من الاراضي برعاية وتعهد من حكومة الاحتلال بيتسلائل سموتريتش وزير المالية الاسرائيلي القاطن في مستوطنة على ارض فلسطينية يتعهد باستمرار المشروع الاستيطاني ويوافق على بناء مستوطنة جديدة في جوتش عاتسيون وهي مجموعة من المستوطنات تقع جنوب القدس منظمة السلام الان الاسرائيلية قالت في تقرير لها ان قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي وقعت هي الاخرى على قرار لشرعانة بؤرة استيطانية قرب بلدة العبيدية شرقي بيت لحم البؤرة الاستيطانية وبحسب المنظمة تأتي في سياق خطة المرحلة الاولى من الاستيطان القاضية ببناء ثلاثة الاف وستمائة وحدة سكنية على مساحة اربعمائة دنم لتتوسع في المرحلة الثانية الى الفي دنم اضافية وعشرة الاف وحدة سكنية خطوات الاحتلال تأتي بعد ايام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين قال فيها ان واشنطن تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي الموقف الامريكي تماشى مع موقف اغلب دول العالم باعتبار المستوطنات المبنية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية منظمات حقوقية كانت قد سجلت زيادة غير مسبوقة في الانشطة الاستيطانية منذ بدي الحرب على غزة في اكتوبر اذ يعيشوا 700 الف مستوطن في نحو 280 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس مقارنة بنصف مليون عام 2012 مقارنة بنصف مليونة بنصف مليون عام 2012 شكرا